لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد كثيرون أرسلوا لي وسألوني ما هو موقف الرئيس لننظر إلى الرئيس بحيدي من حيث المبدأ دائما نؤكد أنه لا شك لنا في شرعية الرئيس لأنه تم انتخابه بغض النظر عن نسبة المشاركة بغض النظر عن المظاهرات التي كانت في الشوارع بغض النظر كل هذا الفيصل هو الصندوق فالذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع قالوا نعم أم لتبون لو ذهبوا إلى صناديق الاقتراع واختاروا غيره لا كانت النتيجة غير ذلك المهم حل الرئيس موقف الرئيس المعطيات أولا أعيد وأكرر وقلت ذلك عدة مرات أن الرئيس بالنسبة للمادة التمزيغ ما الذي أمامه تجاه هذه المادة إما أنه يحذفها ويشطبها بمرسوم رئاسي أو أنه يلغيها في تعديل الدستور في تعديل الدستور لن تجد هذه المادة أو أنه يقدمها إلى الاستفتاء ويطرق الشعب هو الذي يرفضها أو أنه يمررها في التعديل ويعمل ويبذل ما في جهده من أجل أن تمر في الدستور من خلال إقناع الشعب الجزائري به نعم نأخذ هذه النقطة الأخيرة لو أن الرئيس أراد تمرر هذه المادة لماذا لجأ إلى الاستفتاء وكان يستطيع أن يمررها عن طريق البرلمان كان يستطيع حتى إذا كان فيه عنده حرج من البرلمان كان يستطيع يحل البرلمان ويندير برلمان أخر ويمرر فيه المادة ويمروا عادي وبدون أن ينزلوا الاستفتاء لماذا اختار الاستفتاء هناك من يقول أنه اختار الاستفتاء ليكون هذا الدستور قوة شعبي نعم أنا معك وهناك من يقول أنه يعتبره استفتاء ثاني لشرعيته واختار أول نوفمبر لدلالات تاريخية وهي دعوة للجزائريين للمشاركة هناك من يقول هذا الطرح وهناك أيضا من يقول أن الرئيس لا يمكنه أبدا أن يتخذ أي إجراء تجاه هذه المادة لا يستطيع أن يزدر مرسوم ولا يستطيع أن يلغيها لأنه سيجد نفسه وستجد الدولة الجزائرية أمام حملات شعواء من طرف لوبهات خارجية خاصة في فرنسا وتحت قضية حماية الأقليات تحت مثل هذه البنود ستجد الجزائر نفسها في وضع ضغط كبير هناك أيضا من يقول أنه يمكن تخوفات من تحرك الشارع القبائل وهناك من يقول أن هذه التخوفات غير واردة إطلاقا خاصة نذكر في فطرة حياة الجيد كيف منع الراية التي يحملها هؤلاء فكيف منعها وكيف اتخذت إجراءات ضدها لمنعها تحدي ودون خوف من أي طرف أمر الآخر أن هذا الاحتمال غير وارد أن هناك مظاهرات ما زالت قائمة أيضا في منطقة القبائل لو لم يكن هناك وباء كورونا لكانت شوارع تزيوز وبجاية ما زالت تتظاهر ضد الرئيس إذن ما هي الحسابات التي أرادها الرئيس حتى دعوت الدستور هو حقيقة وعد بدستور وتذكرون في خطابه الأول كيف وعد الدستور وكرر عدة مرات وهو أنه سيكون هناك دستور معناها أنه ينوي يكون فيه دستور بالمواصفات التي تحدث فيها ولكن هل هذا هو الدستور الذي تحدث عنه الرئيس أو أنه ينوي دستور آخر أو شيء هذا القبيل هذا غير واضح المعطيات تقول إما أن الرئيس يريد حقيقة تمرير هذا الدستور ولا أعتقد أنه فيه رئيس جمهورية يريد تمرير دستور أولا في ظل وباء كورونا ثانيا في ظل شارع منتفض وشارع ما زال يغلي منذ 2019 حتى وإن كانت تراجعة المظاهرات ما زالت يغلي أمر آخر أن البرلمان في الوقت الذي كان أنا الحديث جاري في المحاكم حول الفساد في البرلمان هذا الدستور يتم تمريره بالبرلمان أن بعض الناس يقولون أيضا اختيار الورق الزرقاء وشتهر الناس الذين ذهبوا إلى انتخابات 12-12 بأنهم أصحاب بصبع الأزرق بعض الناس يقول يقول بأن كل هذه الحيثيات لا أعتقد أنه رئيس يريد تمرير دستور يختار هذه الحيثيات القاتلة أولا ستخدم خصومة بلا أدنى شك ستعطي قوة أيضا إما أنه في ظل أصلا عزوف مزال الشعب الجزائري عازف عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع هذه حقيقة وشاهدناها في الانتخابات الرئاسية نعم في الانتخابات الرئاسية السابقة هذا بقى في 12 ديسمبر 2019 كيف كانت نسبة المشاركة ضعيفة يعني ما هذا ليست قوية أيضا الاستفتاء جا في زمن كورونا هنا أصلا الشارع عازف عن الذهاب لصناديق الاقتراع وأمر آخر زيد لوباء كورونا يعني رح تمشي أقلية إذن لماذا الرئيس اختار إذا كان هذا الخيار هو ما اقتنع به الرئيس والرئيس مقتنع بالدستور ومشى في هذا الخيار والله لا أجد تعليم إما أن الرئيس غير واعي بحقيقة ما يحدث في الشارع وليست له وديه معطيات أو أن هناك الجهاد تريد أن توقع الرئيس في فخ أو شيء من هذا القبيل أو أنه وجهات أقلية تختار في مثل هذه الأمور حتى الناس تعزف عن الانتخابات وتمر أقلية فقط وتقول نعم للدستور لأنه في ظل هذا الوضع معناها اللي رح يروح للدستور رح يروح للإستفتاء رح يقول نعم وإذا قالوا نعم يمر الدستور في طريقة صامتة وفي ظروف وكذا 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 المهم يجري تمر الدستور حتى تنتقل الدولة إلى مرحلة معينة لأنه نحن ندرك نعرف نفسية المسؤولين الجزائريين يراهنون دائما على عامل الزمن يراهنون على عامل الزمن يقول لك خلاص كيف يفوت الدستور مثل ما فاتت الرئاسيات خلاص يفوت الدستور كيف يفوت الدستور الناس رح يجي أزمات أخرى وجي ظروف أخرى لن ندري ما هي المهم سنتمهى مع أي ظرف سياتي إضافة إلى ما ذكرنا سابقا أيضا اختيار أحمد العرابة المشاورات السياسية حول مشروع مراجعة هي الدستور تتواصل في أسبوعها الرابع والتي يقودها وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد ويحيا بتكليف من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفريقة وهذا مع عدد من الشخصيات والأحزاب والمنظمات والجمعيات والأساتذة الجمعيين والكفاءة الوطنية كما يستقبل وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد ويحيا أحمد العرابة هو معروف تمت استشارته وكلكم شاهدتوا صوروا مع أويحيا وغيروا وغيروا بل أن الحديث يجري على أن الدستور الذي قدمه مع بعض الإضافات البسيطة هو دستور وكان حظروا إلى السعيد بوتفريقة اللي تم وعد في نهاية في العهدة الخامسة تمرير العهدة الخامسة سيكون بوتفريقة يدير دستور جديد أن هذا هو الدستور دستور بوتفريقة إذن كل هذه الحيثيات تقول أنها تمشي ضد مشاركة الجزائرية في الاستفتاء كل هذه الحيثيات تنفر الجزائريين من الذهاب إلى صندوق الاقتراع إذن إذا كان الرئيس يدرك بأنه يريد تمرير الدستور بهذه الطريقة أعتقد بأن الدولة الجزائرية ستمر إلى مرحلة ثانية مرحلة عرجاء مرحلة لا يمكن أبدا أن تبنى فيها جمهورية جديدة بل هو استمرار إلى جمهورية سابقة ستجد نفسها مرة أخرى في مواجهة الشارع في ظل التحديات القادمة في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور في مثل هذه الأمور أمر آخر أن الرئيس كما قلت يريد أن يتخلص من هذه الأمر من هذه المادة التي تعتبر لغم حقيقي أحسن شيء في تفجير اللغم هو أن ترفس عليه وترفس عليه بهذه الطريقة عن تعطيه ترميه للشارع الجزائري للشارع الجزائري وتهيأ له كل الظروف اللي تخليه يقول لا إذن هنا الأمر يتوقف على مشاركة الجزائري أنا سأحسن الظن برئيس الجمهورية وأقول أنه لا يمكن الرئيس الذي وعد بجمهورية جديدة أنه يمرر يريد تمرير هذا الدستور في ظل الظروف التي ذكرناها سابقا إذن أن الرئيس يريد أنه يتخلص من هذا الدستور وأن الرئيس يريد أن يذهب مجددا إلى حل البرلمان وبعد ذلك كتابة الدستور عن طريق البرلمان عن طريق البرلمان وكذا وكذا أنا أعتقد أنه إذا كانت هذه نيت أيضا هذه نوع فيها نوع من الغلط لأنه أنك تنفق الأموال وتعرف الاستفتاء ماذا سيكلف خزينة الدولة كلها وتذهب وتخلي دستور سيرفض بهذه الطريقة والوقت الذي ضاع ضاع الظروف التي تمر بها البلد وأسعار النفط ومثل هذه الأمور والأزمات التي تمر بها البلد وانت تذهب بهذه الطريقة الملتوية حتى تتخلص كان من الممكن كان من الممكن جدا أنه الرئيس يتخذ قرار حل البرلمان وبعد ذلك حل المجلس الأمة الدعوة إلى انتخابات برلمانية وتشريعية نزيهة تكون انتخابات بمعنى الكلمة البعض الآخر يقول لك أنه لو دعا إلى هذه الانتخابات في ظل هذا الاحتقان القائم لن يكون هناك برلمان بمعنى الكلمة ما زالت الشكارة مسيطرة على الشارع ما زالت ما زال الشارع عازف عن الانتخابات نفس الشيء ستكون هناك أقلية ولكن عندما تدعو إلى استفتاء ودستوري وبعد ذلك يذهب الجزائري إلى صندق الاقتراع ويقول لا للدستور وتمر إرادة الشعب هذا سيكون ملهم مستقبلا إلى إعادة الجزائريين إلى صندق الاقتراع أمر آخر يعطي مشروعية لرئيس الجمهورية أنه فعلا يخدم الشعب الجزائري وأنه عند إرادة الشعب الجزائري عندما قال الشعب الجزائري لا وانتخابات شفافة ونزيه إذن هذا هو الشيء الظهر نحسن الظن هذا يتوقف على إرادة لا تنسوا العجب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر